أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة والذي سوف نتناول من خلاله شرح مادة الأسس الزخرفية لشعبة الصناعات المعدنية في الحلقة السابقة كنا اتكلمنا عن مميزات الفن المصري القديم واتكلمنا عن مميزات الفن الإسلامي ولكن توقفنا عند بعض التقنيات والعمليات الصناعية الحديثة للفن الإسلامي ولكن مراجعة سريعة عن الفن المصري قلنا أن الفن المصري القديم بيتميز بظهرة البشنين وظهرة اللوتس وكانت بعض الصناعات المعدنية الموجودة فيه زي المتاريس وبعض الدروع الحربية وبعض الخوز والحاجات اللي كانت بتخدم المعارك الحربية كانوا بيستخدموا فيها صناعة المعدن بعد كده قلنا أن الفن المصري القديم بيعتمد على تكسيد الشخصيات ورسم الطيور والحيوانات في هذه الفترة لما جي الفن الإسلامي محى كل هذه الرسومات وتميز برسومات الهندسية بأشكالها المختلفة وبعد عن حتة تكسيد الشخصيات التي لابد أن تكون فيها الروح وقال أن دي من ضمن المعتقدات الإسلامية اللي لازم تكون موجودة لها أسس والثبت عليها أننا دائما نعتمد على الرسومات الخاصة بالأشكال الهندسية سواء كان الطبق النجمي أو النجمة السوداسية أو الخطوط أو بعض الرسومات التي تعتمد على المصادر النباتية ومصادر الطبيعة كل دا استغلها الفن الإسلامي عكس الفن المصري اللي كان بيتميز بتكسيد الشخصيات إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا هنستكمل التقنيات الصناعية الحديثة للفن الإسلامي وممكن نتعرض بعد ذلك لفن الركوك أو فن عصر النهضة بحيث أن نحن نقدر من خلال هذه الحلقة أن نحن نقدر نغطي أكبر كم ممكن لمادة الأسس وخاصة أن نحن مقبلين على فترة المراجعة لبعد المواد الفنية لشعبة صناعات المعدنية وخاصة للطلبة المتقدمين لأداء الامتحانة هذا العام تمنيتنا للجميع بالتوفيق دائما ولكن خلونا بقى في الحلقة ذات نفسها اللي هي بعض التقنيات الصناعية عند الفنان الإسلامي أول حاجة استخدم عمليات الطرق والشق والتقبيب والتفريغ والسني والحفل بنوعيه بأقلام الأحماض والنقش والتفريغ والجفتيشي في صياغة المحادي الحاجة التانية أنه استخدم في تشكيل المعدن ومعالجة سطحه اللي هو التقبيب والجمع والتكسيم اللي هو ربوسي والتطعيم والتكفيت والتلبيس والترصيح بالحجار الكريمة وأشغال الميناء بعد كده استخدم عمليات تطويع المعدن بالسباكة للتماثيل وغيرها وسكل النقود من التلق حاجات اللي احنا ذكرناهم من ضمن العمليات الصناعية للفن الإسلامي قد نقول أن الفنان المصري القديم بتطور عصوره كان متطلع إلى أقصى درجة من درجات الصناعة ولذلك هنا هنبص نلاقي مستخدم عمليات صناعية احنا لسه شغالين عليها لغاية دلوقتي اللي هي الربوسيب اللي هي الطرق اللي هي التقبيب اللي الجامع أسليب اللحام الميناء السباكة كل الحاجات دي ما زلنا مستمرين عليها حتى تاريخه ليه مستمرين عليها حتى مع تطور التكنولوجي والمعدات الحديثة الحاجات دي كلها كانت بتتطلب نوع من أنواع المهارة اليدوية لابد أن يتعلمها الطالب ويمكن دي من ضمن الأسس الأساسية أو الأسس العامة اللي احنا بنأكد عليها لابد من وجود المهارة لدى الطالب طب المهارة دي مهارة تخص الشعبة آه طبعا مهارة تخص الشعبة طب الشعبة اسمها شعبة صناعات المعدنية بكل الحاجات اللي بتستخدم في صناعة المعادن سواء كانت أسس زخرفية أو رسومات أو تخطيط أو عمليات لابد أن هي تخص شعبة الصناعات المعدنية لما نجي نشوف العمليات الصناعية اللي هي موجودة دلوقت واللي هو بيتطرق لها قد ايه بنقول أن احنا ما زلنا عايشين في عصر هؤلاء اللي هم الصناع المهارة الذين كانوا يتواجدوا في العصر الإسلامي نحن لسه عايشين عليهم لغاية دلوقت عايشين على فكرهم عايشين على الطرق اللي هم كانوا بيستخدموها حتى وإن كانت طرق تقليدية ولكن ما زلت مسماتها موجودة حتى الآن زي الوبوسير موجود اللي هو الدفع من الأمام والخار زي الجامع اليدوي لسه موجود لغاية دلوقتي زي المينة زي السباكة كل يمكن السباكة كانت انقاردت لفترة معينة وإحنا الحمد لله رجعناها تاني لدرجة ان بعض الورش ما بقاش فيها حتة الأفران وحتة السباكة رغم النية مهمة جدا ولكن قالك احنا اعتمدنا على المكينات الحديثة بالنسبة للإستنباط وعمليات التشكيل بالنسبة لنا سهلة فاحنا مش محتاجين السباكة لكن هناك أجزاء معقدة جدا 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 لا يتم صناعاتها إلا بالسباكة سواء كانت بالسباكة بالرمل أو السباكة بالشامع المفقود يبقى دي من ضمن التقنيات الصناعية الحديثة التي تخص المعادن في العصر الإسلامي هذه العمليات ما زلنا مستمرين عليها حتى الآن طب العمليات دي توقفت على كده لا في بعض العمليات التانية هنشوفها تاني اللي هي استخدام عمليات الوصل والتجميع بالبرشمة والربط واللحام الناشف بالفضة واللحام الطرق الطري بالقزير واللحام بالنار اللي هو اللحام الحدادي طب بعد كده استخدم عمليات التصفيح بالرقائق المعدنية للأبواب والصناديق بعد كده استخدم عمليات النصف على نصف في أماكن التقاطعات بعد كده تابع أسليب التقنية العمليات الحديثة دي العمليات بتاعته طب احنا هنقف هنا شوية ليه بقى نقفل عند الجزء ده قليل من الوقت أول حاجة بص على النقطة اللي موجودة في المنتصف دي بيقولك أنه استخدم عملية التصفيح لبعض الأبواب المعدنية وإحنا في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده دلوقتي تبص تلاقي أن أغلى أنواع الأبواب الموجودة هي الأبواب المصفحة شوف الفن الإسلامي تعرض للحاجات دي قالك عشان خاطر نمنع الأماكن التي بها مقتنيات غالية أن هي ممكن ينقض عليها اللصوص فكانوا بيعملوا الأبواب مصفحة ببعض الألواح المعدنية وكان لها بعض الترابيس الخاصة أو طرق التسكيك الخاصة بالنسبة له يبقى هنا الناس دي كانت متقدمة رغم أن إحنا بنأكد أن الناس دي فعلا استخدمت أقل المعدات ولكن الاستخدام الفكري أو الاستخدام العقلي أو تطويع المهارة لا يتطلب إلى المعدات زي ما إحنا بنشوف دلوقتي ممكن الإنسان بفكره وإبداعه وابتكاره ومهارته اليدوية يستطيع أن يصنع ما لا تصنعه الآلة ده الكلام ده إذا كان الإنسان معتقد أو مقتنع دائما بمهنته يبقى هنا الناس دي قدرت أن هي تطوع عملية التصفيح للأبواب المصفحة طب وإيه تاني استخدمت حتة النص على نص للحديد الحاجة التانية أنه هم استخدموا عمليات الوصل والبرشمة ممكن أنا شرحت في الحلقة السابقة أن إحنا مصر كان بتتميز في العصر الإنجليزي بصناعة الكباري الحديدية الكباري الحديدية دي وما زالت موجودة حتى تاريخه الكباري الحديدية دي كلها استخدمت فيها عمليات البرشمة على الحامي أو في وجود درجة حرارة معينة زي مثلا كبري أمبابا كبري أبو العيلة الحديد بعض الكباري اللي هي بتعدى عليها الأطرات كان فيه كبري في أسيود وكان بيفتح للمراكب يمنوا وشمال ولكن الحركة المفصلية توقفت دلوقتي نتيجة تعرضه لبعض العامل الجوية كل الحاجات دي موجودة فعلا في مصر اللي عايز يتفرج على الحاجات دي يتفرج عليها ويتفرج على كمية المهارة اللي موجودة فيها لإنتاج هذه القطعة يبقى هنا الناس دي كانت فعلا سبقانة فكريا وصناعيا وأجهزة وأدوات كل الحاجات دي كانوا سبقين فيها رغم أن الأدوات بتاعتهم احنا ما زلنا بنقول عليها أن هي أدوات يدوية بعد كده بيقول لي إيه الوحدات الزخرفية المميزة لكل طراز من الفنون الإسلامية وده مهم جدا دي من الحاجات بقى اللي بتجي في الامتحان أول حاجة الوحدة الهندسية وإحنا قلنا عليها أن هو ابتعد عن التكسيم بدأ يستخدم الوحدة الهندسية اللي هي الوحدة الهندسية بأشكالها بقى المتنوع المخمس المسدس المربع الأشكال الهندسية المنتظمة والغير منتظمة بعد كده الوحدات النباتية وإن هو يستخدم الوحدات النباتية كلها الموجودة سواء كانت فروع شجر أو أوراق أو سمار بعد كده وحدات هندسية نباتية قدر يجمع ما بين الاتنين ما بين الوحدة الهندسية والوحدة النباتية بعد كده وحدات من الطيور والحيوانات والأسماك وحدات خطية اللي هي الكتابة العربي والفن الإسلامي برع في الكتابة الخطية وخاصة بالزهب المخروطات بعد كده الشروفات بتاعتنا بعد كده المقارنصات دي تعتبر الفنون أو الوحدات الزخرفية المميزة التي تميز بها الفن الإيه الإسلامي لما نجي نتكلم بقى عن الفن الإسلامي نقول إن الفن الإسلامي تميز بالوحدات الهندسية رقم واحد يبقى هنا أساس الفن الإسلامي الوحدات الهندسية بأشكالها وأنواعها المختلفة اللي احنا بنضرب طلبة بتوعنا بتوعسنا أقول عليها دلوقتي واللي احنا بنسميها الرسم الهندسي الرسم الهندسي بيعتمد عليه بنضرب الطالب على أنه هو فعلا يرسم رسومات هندسية بأدوات هندسية لأشكال هندسية مختلفة الأطوال ومختلفة الزوايا ويمكن أنا بأكد على الحتة دي ليه بقى بعض الطلبة بيخلط ما بين الرسم الهندسي ورسم الأسس بمعنى أن كل ما يرسم بأدوات هندسية يتم إسقاطه بالأدوات الهندسية وكل ما يرسم يدوي يتم إسقاطه يدوي زي أوراق الشجر والفروع والجزوع ما قدرش أستخدم فيها مسترة ولا برجل ولا منقلة ولا مسلس ولا أي حاجة دي عايزة بقى شغل الفري هند كده وعايزة طالب متمكن وعايزة طالب زوء رؤية ساقبة أن هو يبص على الحاجة ويرسمها مرة واثنين ويغلط ويمسح ويغلط ويمسح في نفس الوقت بحيث أن هو لما العين ترتاح للرسمة اللي هو عايزة يعني لما يجي يرسم ورقة شجر طبعا أول مرة بصها تلاقي الورقة أبعادها والنسب بتاعتها مش مزبوطة المرة التانية لما يرسمها الأبعاد والنسب تبدأ تاخد شكل الدقة شويه يرسمها مرة واثنين وتلاتة حتى تصل إلى درجة راحة رؤية الطالب لما تم رسمه. دي مهمة جداً عند الطالب وخاصة في الرسم. إن أنا أعود الطالب أو أعلمه إن الحاجة اللي ترتاح لها عينك في الرسم. بالألم الرصاص أو بالأدوات الهندسية يبقى أنت كده وصلت إلى درجة القمة أو الشكل الطبيعي للرسم اللي أنت عايز ترسم يبقى هنا الفن الإسلامي اعتمد أول حاجة على الأشكال الهندسية الحاجة التانية خد الأشكال النباتية وقلنا أن الأشكال النباتية بتعتمد على الجزوع والفروع والأوراق والصمار كل دي ممكن أستغل منها كوحدة نباتية ورح جاي جاي تاني قال لك أنا أقدر أعمل مسج ما بين الوحدة الهندسية والوحدة النباتية طب ما إحنا كنا بنعلم الطلبة أو إحنا كطلبة كنا بيعلمونا دايما يقول لك إرسم في إطار 20 في 20 طب ما الإطار 20 في 20 ده إطار هندسي إرسم في داخله مثلا مجموعة من الأشجار والأنهار الموجودة طب ما أنت كده عملت خلط ما بين الأشكال النباتية والأشكال الهندسية الأشكال الهندسية خدت الشكل الإطاري الخارجي بقى شكل هندسي طب ما يرسم في داخل الأطار هي أشكال نباتية ولذلك الفن الإسلامي تميز ما هو عمل عملية جمع ما بين الرسومات الهندسية والرسومات النباتية بعد كده قال لي وحدات من الطيور والحيوانات والأسماك اللي هي بقى الرسومات العادية بتاعتنا دي اللي إحنا نقدر حتى بقى موجود دلوقتي في الأسواق ممكن تلاقي مسترة عليها بعض الرسومات ويمكن أنا اتفرجت على حاجة حديثة عاملة زي البروجيكتور مهمة جدا هي عبارة عن جهاز كوحدة إضاءة وبديله شكل استواني عليه مجموعة من الصلايز اللي هي مجموعة الرسومات بحط الشكل الاستواني ده تحت الإضاءة فبيعكس للضوء على الورقة بتاعتي بيديني الرسمة بتاعت اللي أنا عايزها بالألوان بتاعتها يقدر الطالب يقدر يمشي عليها بمنتهى السهولة واليوس ويختار الألوان برضو لأن الضوء الساقد على الشريحة والشريحة ذات نفسها ملونة وعلى ورقة بيضم الديني نفس الألوان اللي هقدر أشتغل عليها يبقى يقدر الطالب يشتغل على التحديد فإنها صورة بالضبط عاملة زي العرض السينمائي اللي كان بيتم على الحوائط عن طريق كاميرا معينة دلوقتي بقى بيستخدموا عن طريق أجهزة بيعلموا الطلبة وهم صغيرين إزاي يتعلموا حتة الرسم لأن الرسم مادة إبداع وابتكار والرسم إذا تميز الطالب بالرسم تميز الطالب في جميع المواد ليه؟ لأن الرسم هو المرفه عن النفس الرسم هو من خلاله يتم إخراج الطاقة الكامنة داخل الطالب لكل المواد إذا تم تدعيم الطالب بمدّة الرسم وتعزيزه وتشجيعه دائما تأكد أنه سوف يهتم بباقي المواد لأن الرسم الفني أو الرسم الزخرفي عندنا شامل يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن الأسل الزخرفية ودخلنا في بعض العملات الصناعية زي عملية الجامعة والتطريق والبرشمة والسباكة والمينة والحفر والربوسي كل ده تعتبر بالنسبة لنا عمليات صناعية بعد كده بيقول لي إيه؟ أن الفن الإسلامي تميز أيضا بالخطوط يعني تميز بكتابة الخطوط بأنواعها المختلفة خط الناس خط الرقع الخط الكوفي خط السلس الخط الفارسي الخط الديواني كل دي أنواع خطوط موجودة تميز بها الفن الإسلامي ولذلك احنا نلاقي في عصر الفن الإسلامي كمية لوحات قرآنية كتبت على الجدران لا حصر له ليه الفنان المصري في العصر الإسلامي تميز بحتة الكتابة للخطوط العربية وقدر يعمل منها لوحات قرآنية ولذلك احنا دلوقتي ما زلنا مستمرين داخل مساجدنا بنعمل وحدات زخرفية داخل المسجد ونكتب عليها أسماء الله الحسنى في شكل هندسي برضو بيجمع ما بين الشكل الهندسي وما بين الخط العرب الذي يتم كتابته طبعا عملية التأسيم بتتطلب أن أنا بقسم الطول على العدد بتاعي بالدين المساحة بتاعة المستطيل اللي أقدر من خلالها أكتب إلا أنا عايزه ده تميز به الفن الإسلامي أيضا بعد كده بيقول لي أنه تميز ببعض المخروطات اللي هي الأشكال المخروطية والمقارنصات والشروفات اللي هي بقى شغل النجارة وكلام ده كله اللي هي كان شغل الأرابيسك وكانت متميزة بيها فعلا بعض المناطق التي ما زالت موجودة حتى الآن اللي هي موجودة في مصرنا القديمة كانت متميزة بالشروفات وخاصة شغل الأرابيسك بعد كده بيقول لي أنه هو الخطوط أو المبادئ العامة التي اعتمد عليها الفنان الإسلامي في الزخرفة طب هو اعتمد عليه الانصراف عن التكسيم وكراهية تصوير الكائنات الحية دي تكلمنا عليها بعد كده أنه فن ابتكاري أصيل تأثر بجوهر العقيدة الإسلامية دي برضو تكلمنا عليها استعمال الزخرفة الكتابية بالخط الكوفي والناسكة التي انفرض بها الفن الإيه؟ الإسلامي يبقى هنا الفن الإسلامي من ضمن مميزاته أنه هو ابتعد عن تكسيد الشخصيات يبقى دي كانت من ضمن الحاجات الأساسية للفن الإيه؟ الإسلامي أنه هو ابتعد كل وجزء عن تكسيد الشخصيات يعني معنى كده أنه هو بيكره رسومات التماثيل بيكره رسومات الأشكال الحيوانية ليه؟ بيقولك يعني طالما أنت رسمت سمك أو رسمت طائر انفق فيه بقى ويعطيه الروح عشان يقدر يتحرك زي ما هو واخد العقيدة الإسلامية وانبعد بعيد عن الرسومات التي تجسد الشخصيات هو كره هذه المنطقة التي كان يتميز بها الفن المصري القدير هو مش عايزها لكن الحتة دي بالنسبة لي صعبة لكن أنا أقدر من خلال فني أقدر أعمل كل حاجة من علاقة الأشكال الهندسية بالأشكال النباتية بالخطوط بالعمليات الصناعية اللي احنا تكلمنا عليها يبقى أول حاجة نقول عليها أن الفن الإسلامي كره تماما تكسيد الشخصيات في رسوماته طيب الحاجة التانية أنه هو فن مصري أصيل يعتمد على الإبتكار فعلا بيعتمد على الإبتكار ده أنت لو أنت عودت الطالب على حتة الإبتكار وقلت له من خلال مربع عشرة في عشرة ارسم بعض الأشكال الهندسية في هذا المربع هتلاقي كل طالب أبدع وأبتكر في هذا المربع بأشكال هندسية يختلف فيها عن زميله بمعنى أننا لو أنا موجود في فصل مثلا وقدام مني عشرين طالب ورحت جايب يديهم الإطار العام اللي هم هيرسموا فيه إيه هو الإطار العام على كل طالب أن يقوم برسم مربع عشرين في عشرين خلاص الكل هيرسم مربع عشرين في عشرين طب بعد كده أستاذ هنعمل إيه بقى في المربع العشرين في عشرين ده ما أصبح شكل هندسي منتظم من خلال هذا المربع ارسم وحدات هندسية وحدات نباتية كيفما شئت داخل هذا الإطار ولا يمكن الخروج عنه هتلاقي العشرين طالب اللي موجودين كل واحد بيرسم رسمة داخل هذا الإطار مختلفة عن الآخر ليه؟ لأن الفن الإسلامي اعتمد على إيه؟ على الإبداع وعلى الإبتكار بمعنى أنه هو مديني الحرية في الإبداع والإبتكار مش مديني الحرية في النقل أن أنا أنقل مش مديني الحرية في حتة الاقتباس أن أنا أقتبس لا مديني الحرية أن أنا أبتكر وأبدع وأتفنن في هذا الإطار كيفما شئت لإخراجه في صورة جمالية طاليق بفكر الطالب يبقى هنا دي من ضمنه مميزات الفن الإسلامي الحاجة التانية أن هو استخدم الكتابات الزخرفية الكوفي والنسخ وقدر أن هو يعمل منها مخطوطات وإحنا قلنا أن المخطوط دي موجودة فعلا على الجدران موجودة على البرديات موجودة على بعض اللوحات اللي هي موجودة دلوقتي يعني إحنا دايما كنا بنشوف فيه لوحات معمولة بالسرمة كده والإبرة وشكلها حلو وإحنا اتكلمنا في الحلقة السابقة أن فعلا كانت كسوة الكعبة كانت بتخرج من مصر وكان يتم الكتاب عليها بخيوط الزهب بأشكال إسلامية جميلة جدا طبعا كانت بتاخد وقت كبير جدا عشان خطر تتعمل هنا هو قدر يمزج ما بينه الخط الكوفي والخط النسخ في بعض الكتابات بتاعته أو في بعض تدوين بعض المخطوطات اللي هو عايز يدون بعد كده بيقول لي قصرة استخدام الزخارف الهندسية والخطوط المددخلة والأطباق النجمية اتكلمنا عليها الحتة دي هنا كراهية الفراغ والعمل على تغطية المساحات بالزخارف استبدال العمق الوجداني بعمق البعد الثالث للتكسيم هنا برضو ما زلنا في المبادئ العامة للفن الإيه الإسلامي يبقى هو هنا واتكلمنا عليها تاني انه هو قدر يستغل الخطوط المتدخلة بعضها مع بعض دايما نأكد على الحتة دي للفن الإسلامي الفن الإسلامي اعتمد على تدخل الخطوط الهندسية بعضها مع ايه؟ مع بعض قولا واحدا يبقى دي من ضمنه مميزات طب والميزة التانية اللي موجودة فيه انه هو عنده حتة كراهية الفراغات يعني ايه كراهية الفراغات؟ يعني مش عايزك ترسم حاجة في مكان وتسيب مكان تاني فادي اذا كان هو محدد لك إطار معين في الرأس يعني مديني مثلا مستطيل 40 في 30 وقال لي ارسم فيه مثلا بعض الرسومات الهندسية او بعض الرسومات النباتية اذا هنا بيقول لي لابد من استغلال كل مساحة من مساحات الشكل اللي موجودة عندك يبقى دي مهمة جدا يبقى الحاجة اللي جدت علينا الجديدة انه هو بيكره الأماكن الفارغة وخاصة في الرسومات الهندسية والرسومات النباتية يعني انت مثلا ما يكون عندك حيطة كبيرة وعايز تنزل عليها منظر ما تجيش على جنب كده وتروح جاي رسم شجرة وتسيب بقية الحيطة فاطمة يبقى هنا هو بيكره منطقة الفراغ يبقى هنا هو عايز يملى كل الفراغات هو عايز يوزع الجمال الزخرفي على المساحة اللي هو محددها لك يعني هنا الفن الإسلامي من ضمنه مميزاته تحديد المساحات محدد لك المساحة محدد لك الرسم محدد لك التداخلات سواء كانت هندسية أو نباتية محدد لك العمليات الصناعية اللي موجودة اللي تقدر تشتغل عليها محدد لك الخطوط جميع أنواع الخطوط الموجودة عندك سواء كان خط كوفي أو سولوس أو رقعة أو نسقة أو ديواني كل دي خطوط بالنسبة لنا مهمة جدا المفروض أن احنا نعتمد عليها ولذلك كنت تبص تلاقيه دايما وإحنا كنا طلبة في مراحل ابتدائي أو في مراحل إعدادي كان دايما بيدينا كراسة خط عربي كراسة الخط العربي دي كنا احنا بنبص على الخط ونقدر نقلده عشان نقدر نعمل عملية تحسين للخطوط ودي كانت من ضمنه مميزات الفن الإيه الإسلام بعد كده يتميز الفنان المسلم بأحاسيسه المرهفة ونظرته الجمالية العميقة للأشياء معروف أن العرف الجاهلية كانوا يصنعون نحوتهم وأوسانهم للآلهة الذين عبدوهم قبل ظهور الإسلام هو بعد عن الحاجات دي خالص يبقى هو هنا بعد عن النقطة اللي هو اتكلم عليها وقال لك أن الفنان الإسلامي كان دايما بيستغل لمشاعره وأحاسيسه الوجدانية أنه هو يوظفها في الرسم ولذلك مازال موجود حتى الآن عند الفنانين تلاقي الفنان اللي بيعمل لوحات سواء كانت لوحات إسلامية أو لوحات محاكالة طبيعة تبصت ليه وقف قدام اللوحة ويقولك أن النقطة دي عبارة عن دموع كذا كذا وأن الشخص دا عبارة أو الجزع دا بيمثل درجة قصاوت شخص كل دا بيقف يشرح لك لوحة أنت لو وقفت قدام منها سنين مش هتعرف اللوحة دي بتتكلم عنيه لكن اللي رسمها رسمها بقى حاسيسه وعبر عنها داخليا برسومات استخراجها على لوحة معينة أعطاها الميزة اللونية لها قدر يوزع مشاعره على اللوحة بحيث أنه هو لما يقف قدام اللوحة يقدر يحكي كل منطقة من المناطق اللي موجودة في اللوحة دي بيحاكي عنها إيه بالزبط كل الحاجات دي تعتبر أحاسيس ومشاعر بثها الفن الإسلامي في الفنانين حتى الآن يعني ولذلك دي من ضمن المميزات الموجودة في الفن الإيه الإسلام طب هو كمان كرح حاجة تانية أنه هو قال لك أنه كان قبل منه قبل الفن الإسلامي كانت فيه ناس بتعبد الآلهة وكانوا بيقدسوها وبيعنوا بينحطوها وبيرسموها وكلام ده كله هو بيعد عن هذا النمط الأسلوب تماما منذ ظهور الإسلام وقد تحطمت الأصنام تماما وأصبحت غير متوجدة حتى التماثيل اللي احنا بنعملها سواء كان تماثيل حيوانات أو تماثيل فرعونية فهي تماثيل موجودة في المتاحف المصرية بناخد النمط بتاعها أو الشكل بتاعها وبنقدر نعملها سباكة لغرض معين أو في نفس الوقت بتعتبر منتجات من منتجات خان الخليلي أو في نفس الوقت بتعتبر تقنيات حديثة موجودة بتميز الشعب المصري وخاصة عند وفود السياح إلى مصر بيحبوا المقتنيات دي جدا جدا بتبقى بالنسبة لهم مهمة كل الحاجات دي الفن الإسلامي بيعد عنها ولذلك كره الفن الإسلامي تكسيم الشخصيات عمل التماثيل عدم استخدام الفراغات دول ثلاث حاجات قدر يكرههم الفن الإسلامي ولكن تميز الفن الإسلامي بحاجات كتير جدا إن هو بيحب يملأ الفراغات بيحب النسب الزهبية في رسوماته بيحب العلاقة ما بين الخطوط والأشكال الهندسية بيحب العلاقة ما بين الأشكال الهندسية والأشكال النباتية بيحب تدخل الخطوط بعضها مع بعض بيستخدم عمليات هندسية كتير جدا وفي نفس الوقت بيستخدم عمليات صناعية لصناعة منتجاته أو الأشكال بتاعته اللي احنا نشوفها بعد كده دي بعض الرسومات بتاعته دي موجودة هي ولذلك احنا لما نيجي نبص عليها اللي هي عبارة عن إيه عبارة عن أشكال نباتية متدخلة بعضها مع إيه مع بعض في الرسمة دي ودي مهمة جدا ممكن احنا في الامتحان بنجيب نص الرسمة يعني بنجيب النص الرسمة على طول في الامتحان ونخلي الطالب يرسم النص الإيه التاني أو في نفس الوقت نقول له مثلا النص ده كبره بمقدار الضعف ويرسم النص الإيه التاني بعد كده الرسمة التانية هي هنا بقى عمل لها عمل إيه التحبير وبقت موجودة عندي نفس الشكل اللي موجود عندي دي نمازج من الزخرفة المستخدمة للفن الإيه الإسلامي بعد كده دي بعض الأوراق برضو اللي موجودة عندي أهي الشكل العام موجود أهي دي بعض رسومات الفن الإيه الإسلامي المستمدة من الأشكال النباتية أهي دي برضو بعض الرسومات اللي موجودة عندي هي كلها عبارة عن أوراق هي على ما أعتقد الفن الإسلامي كان بيتميز بظهرة قلب البسلة ودي تعتبر بالنسبة له مهمة جدا كان بيقدر يستخدمها آآ كويس فيه رسوماته بعد كده دي بعض الرسومات برضو هي بأشكال ومحبرها ومديها الشكل بتاعها اهو ودي على فكرة دي بعض الرسومات طلبة بحيث ان هم هم قدر يوظفها نفس الرسمة هي بأشكال نباتية ورسمة تانية قدر يعمل لها عملية تحوير وهكذا دي تعتبر كلها بالنسبة لي نمازج مستخدمة للفن الإيه الإسلامي بعد كده وحدات إسلامية اهي نفس الشكل برضو اللي موجود عندي الوحدة التانية الوحدة التالتة الوحدة الرابعة بالنسبة لي او الخمسة بعد كده الوحدة الايه في الستة لما نجي نبص هنقف عند الحتة دي شوية دي بقى تعال بص على الست الرسومات دون تلاقي ان الورقة او الشكل اللي موجود عندي مستخدم كما هو ولكن هو يقدر يغيره بقى ممكن يخلي الشكل ده بدل ما يبقى من الداخل يخليه من الخارج وممكن يعكس الرسمة تماما يعني احنا لو جنا بصينا على الرسمة ده هلقاها عبارة عن مرسومة عن ايه عن جزء في ربع دايرة يعني انا لو عملت دايرة كده يبقى الجزء ده بالنسبة لي ربعة زي اللي موجود عندي ده كده برضو تحت بالنسبة لي يعتبر ايه ربع دايرة اقدر استخدمه وادر اقرره هنا الفن الاسلامي برضو اتاح لي حتة التكرار ان انا قادر اقرر مرة واثنين وثلاثة بمعنى ودي احنا بنركز عليها دايما على طول ان احنا ندي للطالب رسمة ونقوله ان الرسمة دي في ايطار دائري وانت ما عليك اللي انك انت ترسم ربع دايرة برس ترسم ربع دايرة طب مجرد ما تخلص ربع دايرة تقدر تكرره في الربع التاني اللي على اليمين والربع التالت اللي على اليمين من تحت والربع الرابع اللي على الشمال من اسفل طيب يبقى هنا انا رسمت الاربع تربع موجودين في الايه في الدايرة كل خطوطهم متقابلة مع بعض كده والشكل الرسم بتاعه من بره طب لو خليت بقى الرسم يتقابل من بره مع انها نفس الرسمة بس هتديني اشكال مختلفة تمام ولذلك احنا بنعود الطلبة دايما على ان هو يكون سريع البديهة في الرؤية والتكرار يكون سريع البديهة في الرؤية والايه والتكرار مش شرط ان لما يقول له ارسم ديف دايرة وخده الربع دا وكرره ان هو يبقى ملتزم بتكراره من حتة معينة لا لو هو التزم بتكراره من حتة معينة يبقى هينفز الاربع مع بعض لو هو غير هيغير الاربع برضو مع بعض هيدوله شكل مختلف تماما ولذلك هنا دايما الفن الاسلامي هو تميز بالحتة دي اهي بيبينها لك ايه دا تعتبر ربع دايرة اهي بعد كده وصلنا لفن عصر الايه النهضة نشوف فن عصر النهضة بيقول ايه بيقول مميزات طراز عصر النهضة في اشغال المعادة واحد العمليات الصناعية التي استخدمها فن عصر النهضة تلاتة الخطوط العامة للوحدة الزخرفية في عصر الايه النهضة اولا مميزات سمات طراز عصر النهضة سقب الحديد لتمرير حديدة اخرى منه طريقة المشقبيات يبقى هنا اول حاجة تميز بيها عصر النهضة في شغل المعادة ولذلك احنا انا توقف عند النقطة دي قليلا ان احنا بناخد من الاسس ما هو يتم توظيفه للصناعات المعدنية يعني عشان خطر بس ايه ممكن حد يقولك عصر النهضة عصر النهضة او العصر الاسلامي او العصر المصر القديم بيتميز في تخصص الزخارف تخصص الزخرفة مميز فيه بياخد ما ينوبه من الفن المصر القديم صناعة الملابس صناعة النسيق الصناعات الخشبية العمارة كل فن من الفنون دخل في جميع المجالات ولكن احنا عشان خاطر نتكلم في مادة الاسس بنتكلم في مادة الاسس التي تخص الصناعات المعدنية فقط لغير ليه الكلام ده بوضحه؟ لان ممكن البعض يتفرج على الحلقات وخاصة في مادة الاسس ويلاقينا احنا بنتكلم عن طراز عصر النهضة فاقولك ان عصر النهضة ده كان فيه مميزات كتير جدا لفنون تانية اخرى احنا مش مرتبطين بالفنون الاخرى احنا مرتبطين بالتخصصات بتاعتنا وما يخدمه هذا الفن لشعب الصناعات المعدنية يبقى احنا شغلنا كله شغل معادن خاصة بالفنون فقط لغير يبقى هنا بيقول لي اول حاجة هي ثقب الحديد وامراره اللي هي طريقة المشقبيات يبقى دي مهمة جدا مهمة جدا في ايه ان هو تميز بحطة ثقب الحديد يعني عمل من الحديد ثقوب وبدأ يدخلها بعضها مع بعض طب ما ممكن واحد في النجارة يقول لي طب ما احنا بنعمل كده برضو بس في الخشب بنعمل ثقوب وندخل العدم بعضها مع بعض عاد جدا ممكن واحد في النسيج يقول لي احنا بنعمل الكلام ده برضو ممكن حد في الملابس يقول لك احنا بنستخدق كل الكلام ده وارد في جميع التخصصات ولكن احنا هنا بنتخصص بخامة الايه الحديد التي سقبت وتم ادخال بعض الخوص بداخلها لاعطاها شكل جمالي لتوظفها في اسوار الفيلل او في بعض البلكونات او في بعض المشربيات او في بعض البوابات كل ده حسب الغرض الوظيفي التي صنعت من ايه من اكل بعد كده عمل لفات ملحومة بعضها ببعض ومبططة عند عين الايه اللافة ده كل ده نشوفه في الرسومية بعد كده عمل باقات من اوراق ظهور في اطراف الحواجز ما زالت موجودة حتى الان يمكن عصر النهضة ده من ضمن العصور لو انت اه مثلا رحت الحداد وعايز تعمل بوابة او عايز تعمل ترابزين سلم او عايز تعمل بلكونا تلاقيه دايما بيطعملك الحديد ببعض الرسومات الورقية من الصج من النباتات من الازهار من السمار زي ما هو عايز اه ممكن اه طبعا شغل الاستنباد بيعمل للحاجات ده كله الكلام ده كله بيطعم بيلا ايه الحديد وبيلحمه وفي نفس الوقت بيعطي شكل جمالي وفي نفس الوقت بيؤدي الى رفع سمن المنتج يبه هنا احنا بنسميها مراحل التطعيم الاساسية للمنتج او ادخال بعض الوحدات الزخرفية على المنتج لتجميل شكله او ادخال بعض الوحدات الزخرفية على المنتج لرفع سمنه كل الحاجات دي مهمة او لاتقان المهارة كل الكلام ده كويس بالنسبة لنا لما اعمل بوابة من مجموعة من الخوص الحديدية المربعة بالطول طب بعد كده ما انا عايز في النص كده اعمل بعض السكرولات الخفيفة طب بعد ما بعمل السكرولات الخفيفة واحد يقول كده البوابة دي شكلها كده يعني مش مش لطيف طب نعمل ايه نجيب بعض الرسومات الورقية اللي هي مشكلة بالسجب المكابس نبدأ نحطها عليها ونديها الشكل الجمالي بتاعه اذا كل الحاجات دي مين اللي عمل الكلام ده عصر النهضة في تطور الصناعات الايه المعدنية بعد كده عمل اشغال من الشغل المتشابك اللي هو الايه الشبك التوسع في صناعة المسبوكات والمطروقات اليدواء المختلفة وعلى اشكال وهيئات متبينة من النباتات والحيوانات والطيور يبقى هو هنا بدأ ياخد حتة السباكة ولذلك حتة السباكة هنا مهمة ما زالت مستمرة سواء كان في الفن المصري او الاسلامي او في عصر الايه النهضة هنا بدأ يعمل حتة المطروقات يمكن كان ايام زمان من فترة طويلة كان فيه بعض الحددين بيمروا على البلاد او القرى كنت تبصت لقي الحدد مثلا بيمر يستوطن في هذا المكان لمدة شهر كامل يعمل عملية المطروقات سواء كانت الفقوس او القواديم او المناشير او السكاكين كل الحاجات دي كان يستوطن في مكان لمدة شهور بحيث ان هو لما يخلص على المنطقة كلها او يبدأ العمل يخف من عليه يبدأ يتنقل من مكان لمكان ايه تاني اخر وهكذا ويرجع يجي لك السنة اللي بعدها زي بالزبط كان الرجل بتاع ايام زمان اللي بيقعد يبيض النحاس تبصت ليه لان طبعا كانت الاواني بتاعتنا مكانش فيه ولا الامونيوم ولا فيه خزف ولا بورسلين ولا الكلام ده كله كانت كلها اواني نحاسية والاواني النحاسية من قصرة الاستخدام كانت تترسب عليها مادة الزرنيخ السامة فطبعا كنا بنلحق الكلام ده بحيث ان احنا نعمل عملية تبيض للنحاس تستمر لمدة عام وقبل ما ما تصاب بالمرض مرة انسانية يتم تلمعها مرة تانية اذا الحاجات دي تعتبر ايه صنعات متواجدة منذ القدم اعتمدت عليها هزي الايه الفنون او احنا اعتمدنا على هزي الفنون من ايه من خلالها بعد كده استخدام الفضة والنحاس وهنا بدأ يظهر بقى في التطعيم المشغولات المعدنية وكذلك الايه الاحجار الكريم يمكن هنا في الحتة دي برضو حتة التباين الجميلة يعني ايه احنا هنا بنقول عملية التطعيم والكلام ده انا اتكلمت فيه الحلقة السابقة يعني ايه تطعيم اما ده اطعم اطعم معدن بمعدن تاني اخر مهم جدا حتة التطعيم دي ولذلك كان ايام زمان كنت تبص لايه لما لما حد كان يبقى مركب سنة مثلا زهبية ولا حاجة في وسط الاسنان البيضة تلاقيها مميزة دلوقتي بقى بتعمل طعم السنان من البرسلين وبتعمل مثلا طعم السنان من مواد مثلا مقاومة كل الكلام ده ولكن بتبقى اشكالها قريبة من الاسنان الحقيقية هنا في حتة التطعيم والتكفيت او حتة التطعيم دي مهمة جدا هنا بيقول لي التطعيم يتم بين معدنين يبقى لازم من مجا طعم او اعمل عملية تكفيت اطعم بمعدنين او ممكن يكونوا تلات معادن طب ايه الاختلاف في التلاتة اولا اول حاجة الاختلاف في اللون لازم التلاتة يكونوا مختلفين الالوان يعني انا لو عندي نحاس احمر ممكن استخدم معاه فضة وممكن استخدم معاه نحاس اصفر يبقى الارضية نحاس احمر وممكن اطعم باسلاك نحاس اصفر وممكن اطعم باسلاك ايه فضة ادي التلاتة مع بعض او ازان هنا من ضمن شروط التطعيم التباين يعني ايه التباين تبقى الحاجة باينة قدام مني ولذلك كنت تبص تلاقي إيه لما نجي نعمل بعض الآيات القرآنية ونعملها في سورة لوحات تلاقي الأرضية بتاعة اللوحة كلها سوداء طب وبعد كده الخيوط بقى إما خيوط بشكل خيوط فضية أو خيوط ذهبية أو خيوط بيضاء يبقى فيه هنا أصبح فيه تباين ما بين الأرضية وما بين الخامة التي تستخدم في عمل الشكل الزخروف المطلوب يبقى هنا حطة التطعيم دي تعتبر بالنسبة لي مهمة جدا أو التكفية يبقى هنا وإن أول حاجة تباين نمرت اتنين الألوان تكون مختلفة نمرت تلاتة بقى والأهم درجات الحرارة متقاربة بعضها مع بعض يعني لازم يكون فيه تقارب لدرجات الحرارة بعضها مع بعض ليه؟ ماينفعشي أجيب معدن زي معدن الزنك وقول إن أنا هتعامه بالنحاس ده الزنك درجة انسهاره 419 النحاس 1083 يبقى إن شاء الله كده لما الأرضية بتاعته تبقى زنك وطعامها بأسلاك نحاس وعرضها للنار يبقى إن شاء الله الأرضية هتطير قبل النحاس ذات نفسه لكن هنا بما جاء أقول إيه بقى؟ أنا بتعام نحاس أصفر مع نحاس أحمل وبطعام فضة مع نحاس أحمل تبقى تلاقي مثلاً النحاس 1083 الفضة 950 درجة انسهار قريبة جداً من بعضها وفي نفس الوقت أنا بعرض الفضة هي لدرجة الحرارة هي اللي بتكون أقل والأرضية بتاعت النحاس الأعلى بتاعته هي اللي بتكون أعلى يبقى مين اللي هيتحمل درجة الحرارة؟ النحاس الأحمر ومين اللي هيتأثر بدرجة الحرارة؟ بسرعة الفضة أو النحاس الأصفر يبقى هنا بيقول لي لابد أن تكون درجات الحرارة متقربة وفي نفس الوقت يبقى فيه تباين والألوان بتاعته تكون بالنسبة لإيه مختلفة شوف عصر النهضة والفن الإسلامي تميزه بحطة التكفيت والتطعيم اللي احنا ما زلنا حتى الآن بندرس بعد كده استخدامه لكافة قطاعات الحديد والمربع والمبطط والإيه والمستدير بقول لي ابتكار تحزيزات على سطح تشكلاتهم بعد كده استخدام الألواح المعدنية في تشكيل مصنوعات مختلفة عن طريق التشكيل على الظهرة ذات العيون عمل القماقم اللي هو الشغل اليابي استخدام عمليات السقب والسباكة والبرشمة والربط واللحام يبقى احنا لو جينا بصينا على أول وحدة هو بيقول لي ابقى هو تميز بحطة التحزيزات طب ما ده موجود يعني دلوقتي بقى فيه مكان بيعمل عملية التحزيز فيه مكان بيعمل عملية اللاف لكن هو كان بيتميز ان هو بيعمل عملية التحزيزات اما بالمبارد او باستخدام المنشار او بالمنشار ويعمل عملية تطعيم بالمبرد وهكذا اذا التحزيزات او باستخدام الأقلام اللي هو الحفر زي مثلا اجيب أقلام مقصام وصنوعة من السلب الكربوني السبائكة عالي الجودة واعمل عملية حفر بيها يبقى هنا التحزيزات بالنسبة لي مهمة بعد كده هنا استخدم الألواح المعدنية وعلى الظهرة ذات العيون احنا عندنا الظهرة بتاعتنا او انواع الظهر المستخدم فيه الظهرة العدلة وفيه الظهرة الحرفي فيه وفيه الظهرة ذات العيون اللي هي عليها اشكال مختلفة بالنسبة لي اقدر اعمل عملية تشكيل عليها بعد كده عمل الخماكم الأم أم يعني انت لو تبصي كان ايام زمان حتة الأم أم اللي هو الحاجة اللي بتتركب في نهاية الجزء ذات نفسها ولذلك كان فيه بعض السرير القديمة اللي كان بتتعمل من النحاس او بالأعمدة القديمة كنت تتلاقي في نهاية العمود كده مركب لك أم أم عبارة عن حاجة حشك لها جميل اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي السطرة بتاعتنا اللي هي معمولة من المواسير نجي في الآخر ونركب لها أم أم من اليمين وأم أم من الشمال أو شكل زخروف من اليمين أو شكل زخروف من ايه من الشمال كل الحاجات دي تعتبر ايه منتجات جمالية تعطي للشكل الجمالي بتاعي شكل جميل يبقى هنا الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لي استخدام عمليات السقب والسباكة والبرشامة والربط واللحام بصورة واسعة كل ده بالنسبة لي برضو كويس بعد كده بيقول لي استعمال عملية الحفرة على المعدن في عمل بلاب المتصلة بعضها ببعض من استعمال ناريج الجاكوش دي برضو مهمة بعد كده استعمال الصاج الخفيف في نهاية الطراز في عمل الأوراق يمكن هو قريب من الفن الإسلامي في الحتة دي خروج الأفرع العروق من الأبواق عمل محززات عن طريق لف الحلقات على الأسياق بقطاعات مختلفة تعت شكل مخروطي وكانت تستعمل من الحديد المربع والخوص الملفوفة والظهر الحية والمثلث بعد كده قصرة استخدام الربوسيف في تشكيل الأوراق والظهور والحيانات والطيور وغيرها تشكيل وجود وجوه خرافية من الصاج داخل لفافة باللحام والتلقيم يبقى هو هنا في الحتة دي عمل يبقى في الحتة دي رجع لتكسيد الشخصيات تاني أو الروح ولذلك هنا بدأ يعمل لفافة باللحام والتقليم والكلام ده كله بدأ يرجع لحطة الطيور والأسماك كل الحاجات دي بالنسبة لي كانت مهمة جدا وما كانتش موجودة في الفن الإسلامي اتوجدت في عصر النهضة وفي نفس الوقت بدأ يعمل عملية البلابل باستخدام الجاكوش اللي هي الأشكال الدورانية اللي هي تقدر تبقى متصلة بعضها مع بعض زي السلسلة كده ويعملها أو يشكلها في صورة أشكال جمالية أو ممكن بيعملها عبارة عن كوروة التئب وبعد كده يحط حتة من الحديد المربعة وبعد كده يدخل في قلب منها البلبلة وبعد كده يركب قطعة من الحديد المربعة تاني وهي اللي تكون في المنتصف تقاطي شكلاً إيه؟ جمالية بعد كده بيقول لي العمليات الصناعية التي استخدمها فن عصر النهضة أول حاجة استخدم عمليات الترق والسقب واللف والتحزيز والحفر والقطع والشق والنقش والتكسيم والربوسية استخدام عمليات التطعيم والتكفيت والتلبيس والتلقيم والترسيع والأحجار السطرين دولاً اللي يقراهم يقراهم بمنتهى السهولة ولكن اللي يتمعن فيهم ويستمتع بالسطرين دولاً يجد أن السطرين دولاً يعتبروا منهج كامل لطالب يدرس في مؤسسة تعليمية لمدة ثلاث سنوات سطرينهم تبصي العمليات اللي موجودة الصقب واللف والتحزيز والحفر لو احنا بصينا عليهم الترط والصقب أدق 2 واللف 3 والتحزيز 4 والحفر 5 والقطع 6 والشق 7 والنقش 8 والتكسيم الوربوسية 9 والتطعيم 10 والتكفيت 11 12 13 14 عملية 14 عملية في سطرين أو 14 واجب في سطرين كل واجب محتاج وحدة كاملة ممكن أقدر أشتغل عليه كل واجب مهارة بالنسبة للطالب وما بالك بقى وما أدرك بالمهارة الأخيرة اللي هي الترصيع بالأحجار الكريمة دي متعة تانية لوحدة إذن هنا شوف قد إيه فن عصر النهضة كان راقي ومميز سطرين بيجسموا كل حاجة هنا استخدام عملية التشكيل على الزهر ذات العيون وبعد كده استخدام عمليات الواصل من خلال هذه الحلقة أبنائي وبنات الطلبة قدرنا أن احنا نتكلم عن الفن الأسلامي ومميزاته ونهينا برسوماته وأيضا تعرضنا لمميزات والعمليات الصناعية التي يتميز بها عصر النهضة وقلنا المميزات بتاعته قد إيه جميلة أرجو من أبنائي وبنات الطلبة الاهتمام دائما بجميع المواد الفنية الحفاظ على أنفسكم أثناء فترة الامتحانات الاهتمام جدا بالورقة الامتحانية مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم